السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم مرة تانية قبل اي حاجة بعتذر على التأخير ظروف والله اقوى مني سامحوني هنعوض الكلام ده قريب قريب جدا باذن الله معكم اخوكم ياسر جفر ودي قناة online english 101 لسه بنكمل مع بعض فيديوهاتنا الخاصة بالمنهج لدفعة 2021 النهاردة يونة 6 اللي بيكلم على مبني المبهول الوهدة بتاعتنا اسمها دايما انتوا شايفين الوصول الى النجوم وده المعنى الحرفي المطلوب reach for the stars معناها الوصول الى الحلم البعيد للمستحيل ويالله بينا نبدأ من غير من ضيع وقت والبداية زي ما احنا متعودين مع الكلمات الرئيسية واول كلمة معانا اسمها anniversary الذكرى السنوية ذي الذكرى السنوية الحرب اكتوبر astronaut أو astronaut معناها رائد فضاء benefit يا اما يستفيد او يفيد benefit يفيد ما بتاخدش حرف جر benefit يستفيد من تاخد حرف جر from وتيجي طبعا بمعنى فائدة او نفع يجي منها كلمة beneficial اللي هو معناها مفيد distance معناها البعد او المسافة هنحتاجها قدام مع كلمة distance learning الوقت تعلم عن بعض زي ال online learning اللي احنا فيه دلوقتي examine يفحص او يكشف على examine giant عملاق عكسها tiny gravity gravity احنا عارفينها بمعنى الجاذبية وفيه عندي نوعين من gravity فيه حاجة اسمها ordinary gravity اللي هي الجاذبية العادية بتاعت الكرة الارضية اما zero gravity اللي هي انعدام الوزن خالص اللي موجودة هنا في اخر كلمة اللي هي في الفضاء zero gravity طيب كلمة gravity لها معنى اهم وهي الخطورة زي اما اقول لك انت مش واخد بالك من ال gravity بتاع الموقف ما انتش مدرك ال gravity بتاع situation خطورة الموقف hoop يأمل او امل لو حطط لها صفيكس في الاخر fall تبقى متفائل لكن suffixless يبقى متشائم او بلا امل hoopless لو في مريض تعبان جدا جدا وفي اخر لحظات حياته فالدكتور يقول للعيلة بتاعته دية hoopless case الحالة ميقوس منها horrible فضيع horrified مرعوب launch معناها يطلق او انطلاق leak يتصرب او يسرب او تيجي بمعنى تسريب ممكن تكون شيء مادي او شيء معنوي زي مثلا الحنفية بتصرب is leaking اقول انها leak بها تسريب او اقول ان الشخص بيصرب معلومات بيصرب خبر معين للصحافة ومن اشهر منصات العالمية موقع اسمه ويكيليكس ويكيليكس جاي من كلمة leak تسريبات يعني بيصرب حاجات كده وخصوصا للزعمة والرياسة والناس الكبار في البلد mission mission معناها مهمة mission مهمة بتساوي كلمة task عندي orbit orbit يدور حول شيء محتاجة مفعول يدور حوالين شيء زي مثلا الكرة الارضية orbit the sun بتدور حوالين الشمس اما لو الحاجة بتدور حوالين محورها او حوالين نفسها اسمها span اللي قدامك ديت الماضي منها span span repair يصلح او اصلاح او تصليحات repair تاخد do او make عندي representative جاي من كلمة represent اللي هو يمثل او ينوب عن شخص يبقى الممثل او المندوب عن شخص اسمه representative secret معناها سر secretive شخص كاتوم ما بيحبش يقول اصره الحد side effects معناها اثار جانبية لعلاج او حاجة وتعريف side effects هي عبارة عن نتائج unexpected نتائج غير متوقع لشيء ما دي مثلا العلاج الدكتور بعد ما عمل العلاج عشان يصلح حاجة معينة للأسف بوص حاجة تانية فدي بنسميها side effects space exploration معناها استكشاف الفضاء space walk معناها جولة في الفضاء وبتاخد do do a space walk او do space walks يقوم بجولات في الفضاء لإصلاح مثلا حاجة في المركبات الفضائية spin spun 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 قلنا بمعنى يدور حول نفسه زي مثلا اقولك ان الارض spins around itself بتدور حولين نفسها المروحة is spinning الكوتش بتاع العربية is spinning اللعيب حبي يزبط مهاراته فقلنا spin الكورة على الصبعه خلى تلف على الصبعه من ضمن استخدامات spin تيجي بمعنى يغزل يعني ايه يغزل اللي هو ينسج اسمها spin يجي منها spinning wheel هناخدها كمان شوية بمعنى آلد غزل اللي هو الغزل هو النسيج stand still يبقى ثابت علشان ما فيش gravity في الفضاء الجرافتي فوق zero سفر فالانسان هناك can't stand still ما بيعرفش يبدل ثابت float in space بيطفو في الفضاء من ضمن استخدامات stand still ان التكنولوجي can't stand still لا تظل ثابتة لا دائمة التغير system معروفة نظام tourism السياحة wheat وزن لو حطيت لكلمة wheat حرف الواي يبقى wheaty معناها تقيل لكن wheatless عكسها بلا وزن يا اما بلا وزن ماديا وحرفيا ان فعلا الحاجة دي دمالهاش وزن زي مثلا والناس في الفضاء بيبقوا wheatless او wheatless اوصفها بانها شيء تافه او مالوش قيمة فاقول لك كلامك بالنسبالي wheatless wheatless sports رياضات انعدام الوزن zero gravity هي حالة انعدام الجاذبية اللي موجودة في الفضاء واللي مخليها الناس في الفضاء can't stand still ما بتعرفش انها تظل ثابتة ولكن بيعملوا floating بيطفوا في الفضاء ونوصل الى additional words الكلمات الاضافية عندي كلمة climate change تغير المناخي control system نظام التحكم control system coast معناها يتكلف او التكلفة costly معناها غالي عندي damage يدمر او يضر او ضرر او ضمار اسمه damage وتاخد دايما do damage او cause damage يسبب ضرر لكن لو حطنا لها s يا استاذ ممكن تصريف للفرب نفسه مع الاسم المفرد مفيش مشكلة لكن لو جاي ناون يبقى معناها تعويضات عن الضرر اللي انت عملت انت did damage العربيتي فانت لا تدفع damage الاصلاحات او التعويض عن هذا damage افتكر equipment اجهزة او موادات وخلي بالك انها تعامل معاملة المفرد هتاخد از دايما fire الحريق fighter معناها مقاتل لكن fire fighter على بعضها معناها رجل اطفاء الشخص اللي هو fight the fire يطفئ النيران ودايما بيعمل ابقى put out الفير بيطف النار fly flow get back go back return يعود global warming الاحتباس الحراري او ظاهرة الاحتباس الحراري height ارتفاع او علو وافتكر ان height لها تعبير جيد جدا اسمه at a height of على ارتفاع ويجيب لي رقم at a height of كزا على ارتفاع كزا instant معناها سريع او فوري instant instant communication اللي هو التواصل او الاتصال السريع journalist صحفي location 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 موقع look down on look down on لو انت في الفضاء you look down on earth تنظر الى القرى الارضية من فوق وممكن look down on لها معنى تاني اجمل بكتير بمعناها يزدري شخص او يحقر منه don't look down on people don't look down on people يعني لا تحتقر الاخرين عكسها look up to يعني ينظر بفخر الى شخص sat نعف system اختصار satellite navigation system اللي هو النظام الملاحة او معرفة الطريق عبر الاخمار الصناعية اللي هو بيجي منه الـ gps saturn saturn اللي هو كوكب زحل serious جاد او خطير جاي منها seriousness اللي هو الخطورة او الجدية sometime بعض الوقت او وقت ما sometime space station محطة فضائية spaceship سفينة فضاء special طبعا مميز spinning wheel آلة غزل زي الغزل اللي هو نسيق قلنا temperature درجة حرارة temperature عندي unexpected unexpected غير متوقع وتوصف الـ side effects لأثار الجانبية انها بتبع unexpected او unwanted غير مرغوب فيها wheel معناها عجلة كويتش الطالة العربية اسمه الwheel اوكي وصلنا مع بعض دلوقتي important expressions التعبيرات المهمة all the equipment must be examined لازم نبحث كل الموادات قبل الذهاب الى الفضاء must be examined مبني المجهول زي ما انت شايف must be تصريف ثالت والواحدة قلنا بتكلم على passive المبني المجهول must be تصريف ثالت it depends on depends on ما اقولش dependes depends on حضرتك لما تلاقي nd وبعديها حرف ساكن تاني حرف d بيطير فاقول depends on depends on ما اقولش dependes اوكي it depends on how serious the problems are how serious the problems are ليه حطيني هاو يا شباب علشان جاي بعديها صفة how serious مدى خطورة درجة خطورة اوكي وما قلناش are the problems no قلنا the problems are ليه؟ لان كلمة الاستفاهم في النص هنا عبارة عن رابط يجي بعديها جملة كاملة فاعل ثم فاعل اوكي يبقى الجملة كلها على بعضها it depends on how serious the problems are يعني ان السفرية هتعتمد على مدى خطورة الموقف الموضوع سهل فهنرجع بسرعة موضوع معقد وكمبلكيتد وكمان serious هنضطر ان ننتظر اكتر like a giant spinning wheel بيوصف الاسبيسي ستيشن محطة الفضاء انها like a giant spinning wheel ذي آلة الغزل او عجلة الغزل العملاقة it takes six hours to take المدة two والمصدر عكس سبند المدة ing هنا معناها يستغرق وقت لعمل شيء اول ان الواجد بتاعي will take سوف يستغرق two hours to finish هياخد ساعتين عشان يخلص الامتحان takes بياخد one hour to finish بياخد ساعة عشان يخلص take المدة two والمصدر افتكر الكلام ده go shopping يذهب الى التسوق اسمها go shopping وانا عارف ان بعد go ال ing ممكن اقول do the shopping هي هي نفس المعنى بمعنى يقوم بالتسوق go for a walk go for a walk يعني يخرج يتمشى خد بالك ينفع قول go walking زي اللي فوق احط ال ing او قول go for a walk يخرج يتمشى do repairs او قولنا make repairs يقوم بعمل الاصلاحات بس المشهورة اكتر do build a spaceship build a spaceship معناها يبني او ينشئ او يقيم او يعد او invent spaceship سفينة فضائية spaceship how long will you be for how long قولنا دائما بتاخد four وممكن اخد four ديت من الوحدة التانية احطها فين يا اساس احطها قبل how long على طول فاقول لك how long will you be for او for how long you will be اوكي وطبعا how long دي اجابنا عنها بهذه الطريقة ان المدة اللي هعدها تعتمد على مدى خطورة الموقع طيب at a height of at a height of على ارتفاع lockdown on the earth قلنا ينظر الى القرى الارضية من اعلى وقلنا lockdown on قلنا تجي بمعنى يحتقر الشخص spend money on يصرف فلوسه على i spent all my money on video games لو انا حب اعبر عن مدى اتفاقي مع شخص ما في الرأي اقول له i couldn't agree more لو ترجمتها حرفيا انا لا استطيع ان اوافق اكثر لكن معناها طبيعي i agree with you or i totally agree with you i completely agree with you ok i couldn't agree more هي هي i'd go along with that i'd go along with that انا اذهب معك او بمحاز لا طبعا i'd go along with that with you انا برضو اتفاقي معك a waste of time مضيعة للوقت a waste of money مضيعة للمال واجب بعدها verb زائد i enjoy it's a waste of time listening to him يجبك منه spin the ball on his finger يلف الكرة على صباعه انا قلت لحضرتك ان spin the ball يا مستر طب ما اكيد spin جاء بعدها مفعول مش مشكلة انا مشكلتي ان spin هنا ان الكرة بتلف حوالي نفسها اوكي فوق صباعي اللاعب يبقى spin يدور حوالي نفسه زي ما الكرة بتلف حوالي نفسها وصلنا مع بعض دلوقتي للprepositions وحروف الجر speak for يتحدث نيابة عن اوكي زي act for speak for act for يتحدث نيابة عن on a radio program في برنامج اذاعي start while يبدأ كلامه كذا go along with معناه يتطفق مع شخص i'll go along with that اتطفق مع ذلك provide provide with بس احذر ان كلمة provide تاخد with او تاخد for اوكي for الشخص with الشيء افتكر دا كويس جدا يقولك i'll provide you with العربية اللي انت عايزها او i'll i'll provide السيارة for you اوكي يبقى with السيارة for you agree with يتطفق مع مرتبط معنويا بحد اقولك الام و بنتها are connected with each other اليكن تصرب او تسريف في حاجة معينة زي يقولنا الكار تنك تنك تبقى العربية depend on بتساوي rely on بتساوي count on اوكي عندي at height of at height of break down break down break down يتعطل او ينهار يتعطل للالات ينهار للانسان عصبيا ونفسيا suffer from يعاني من ومش شرط استخدم حرف الجار full two يسقط الى الارض من الفضاء مثلا اسمها full two دلوقتي هنناقش حاجة مهمة جدا في المنهج او في مناهج الثانوال العامة النظام الجديد حاليا حاجة اسمها الصوفيكس ايه هي الصوفيكس ديت هي عبارة عن مقاطع بيتحط في اخر الكلام علشان تغير الفانكشن الوظيفة بتاعتها وساعات معناها طيب الصوفيكس النهاردة هنتكلم على اثنين الفول واللس لو حطينا الفول يبقى معناها with معناها في الكلمة with اوكي يعني مثلا كلمة fear الخوف او يخاف يبقى لما قالها الحاجة انها fearful fearful يعني with fear فيها خوف اما لما نحط less يبقى معناها without بدون اصلا بدون الحاجة فلما اقول fearless يعني بلا خوف وصلت يبقى تاني لما بحط full full للكلمة يبقى معناها with لو حطيت less يبقى معناها without نشوف كده ونجرب fearful معناها يا امة خايف يعني عنده خوف او ممكن اقول مخيف او مرعب الفيلم كان fearful يبقى تنفع فاعل ومفعول بمعنى scared خايف وتيجي بمعنى scary مخيف تيجي بمعنى فضيع جدا او سيئ جدا اقول لك الحاجة دي كانت fearful ال experience اللي لها مرة دها كانت سيئة جدا fearful اوكي terrible اما بقى fearless fearless معناها لا يخاف لا يخشى شيء brave شجاع fearless ما عندهش خوف طيب نخش على كلمة useful useful معناها مفيد به فائدة with use useless معناها عديم الفائدة اوكي without use powerful قوي زو نفوز strong influential لها كلمة powerful اما بقى powerless powerless لا حول له ولا قوة بقى بقى هيلبلس هيلبلس اوكي powerless tasteful 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 يعني زوء حلو tasteful طموح متفائل اما hopeless ما فيش خالص اه يعني بلا طموح بلا امل اوكي شيء ما يقوس منه hopeless يائس depressed فانت اخد بالك ممكن يسألك على معنى الكلمات ممكن يجيب لك الكلمة الفرانية ويقول لك ايه السنونم بتاعها ايه المراضف لها فتبقى عارف ان لها مراضفات معينة زي hopeless مثلا قلت لك من شوية انها ممكن تيجي بمعنى depressed او ممكن يقول لك ان الفل هنا بمعنى ايه هقول تقول لي with طيب هنا لسه بمعنى without ويجينا دلوقتي لل listening tickets بين interviewer وastronaut ورائد فضاء مفروض ان رائد الفضاء ده is going to space رايح الفضاء او مسافر الفضاء for a mission من اجل مهمة معينة والمفترض ان المهمة السرجية فالانترفيور بيقول له thank you for coming into the studio thank you for حرف الجر مهم وبعده اسم ing thank you for coming into the studio this morning شكرا على مجيئك هنا النهاردة could you start by telling the listeners ممكن تدألنا كلامك by by telling the listeners انك تبلغ المستمعين what you're doing this week what المفروض المستر اجيب بعديها are you لقال you are لانه قلنا كلمات الاستفهم في النص عبارة عن رابط بجيب بعديها فاعل ثم verb اوكي وما العلم تستفهم جاية ليا مستر علشان كود اللي جاية في الاول could you start by telling the listeners what you're doing this week فالاسترونوت قال له well حسنا this is a very special week for me ده اسبوع مميز جدا بالنسبالي special week for me tomorrow afternoon tomorrow afternoon بكرة ان شاء الله الظهر ده اسمها arrangements ترتيبات فاستخدم مضارع مستمر i am being taken with two other astronauts to a secret location خلي بالك i'm being taken مبني المجهول with two other astronauts خلي بالك جاب لي other مع جمع two other astronauts يبقى كلمة other بتيجي قبل الاسم الجمع طيب هل لو انا بدلت two مكان الother هتفرق جدا لو قال لي two other astronauts اهي ماشية بس ينفع يقول لي another two astronauts لان another بتيجي اي نعم مع الاسم المفرد او قبل الرقم the spaceship launches at 7.50 the next morning the spaceship launches ليه قال لي هنا launches ده جدوى الموعيد present simple فالانترويور بيقول له how exciting wow how long does it take how long does it take take المدة to المصدر how long does it take يا مستر بس فين المدة ما هو يحيو بيسأل عنها how long does it take to reach the space station وانت عارف ان reach يصل الى ما بتخدش حرف جر reach the station يصل الى المحطة الفضائية ازاي مستر بتقول لي ما بتاخدش حرف جر وعنوان الوحدة اصلا اسمه reach for the stars حضرتك ده تعبير بمعنى الوصول للمستحيل او تحقيق الهدف البعيد الاسترونوت رد عليه وقال له it takes about بتاخد حوالي six hours i'm really looking forward to it i'm really looking forward to it look forward to بجيب بعديها noun او i-n-j او ضمير زي ما انت شايف what's your mission exactly ايه مهمتك بالتحديد فقال له there are you get two or three little things فيه تعتربة حاجات كده بسيطة that need to be looked at في حاجات كده محتاجة ان احنا نلقي عليها نظرة خلي بالك في المبد المجهول need to في المبد المجهول جاء بعديها بي والتصريف الثالث اوكي يبقى need to be looked at ينفى احزف ده كله واقول locking احط لها i-n-j يبقى need lock in at on the international space station محطة الفضاء الدولية but the main problem is the temperature control system the temperature control system المشكلة الرئيسية عندي هي ايبقى اه نظام التحكم في درجة الحرارة we think نحن نعتقد there may be a leak of some kind في تقريبا تسريب ما الانرفيور بيسأله بيقول له is that a problem هل دي مشكلة يعني حاجة عويصة او يعني I don't think so لا امهش مشكلة كبيرة ولا حاجة we think it will be repaired quite quickly will be repaired مابني بردو المجهول مش هي اللي هتصلح نفسها لا سوف تصلح وده قلنا اعتقاد او ظن فبستخدم will مش جوين جتوب تعزمان فسأله سؤال تاني is it a difficult job هل المهمة ديت بتنسبلكم صعبة no not particularly مش بالزبط كلمة particularly بتساوي in particular اوكي على الخصوص او مش بالتحديد بطوة لكن will almost certainly need الوحدة الاولى كنت باجيب بعديها ماضي بسيط او ماضي تام لهنا جبت مضارح حضرتك لان في هنا مستقبل then all the equipment كل الاجهزة او المعدات will be examined سوف تفحص حضرتك examined برضو مبني بردو المجهول مش هتفحص نفسها فسأله وقال له isn't that really dangerous عليس هذا risky dangerous خطير not really we are given we are given we are given a lot of training نحن نمر بتدريب او فتر التمرير او تدريبات كتيرة we are given مبني المجهول اوكي طيب we are told وكمان مبني المجهول تاني نحن يتم اخبرنا او اعلمنا او ارشدنا exactly what to do نعمل ايه in these situations في هذي المواقع when we will be weightless in space لما نبقى weightless منعدمين للوزن oh how long will you be in space for فاكر how long for هتقعد ادي ايه في ال space although we will be there for about five for about five or six days تقريبا خمس ستيا it depends on ده يعتمد على how serious مش what serious how serious the problems are مش are the problems i'm sure you will be interviewed by a lot of journalists after your mission اكيد هتبقى مشهور جدا بعد الميشن بتاعتك ديد وهي طبعا كل الوكالات الانباء هتبقى بتجري عليكم علشان تعمل معاكم ان اربيو but we'd love to talk to you again when you get back بس نفسنا نكلمك احنا كمان لما حضرتك ترجع فرده وقال له oh i'd be happy i'd be happy to انا طبعا هكون سعيد to هنا تقصده من باب to talk to you ان اتكلم معاكم انا كمان فقال له thank you شكرا وصلنا مع بعض لوقتي الاخر جزء في الفيديو وهو بيكلم على reading قطة reading اللي موجودة بتتكلم على space holidays الرحلات القادمة الى الفضاء متصور سريع عنها بيقول لي هنا 20 July 2019 is the fifth anniversary of a man first walking on the moon الذكرى الصنوية الخمسين لهبوط الانسان او سير الانسان الاول على سطح القمر now a representative for the world tourism organization في مندوب عن المنظمة العالمية للسياحة بيردكس بيتوقع that in the next 10 years people will be taken مبني المجهول ال people الناس will be taken so فيتم ارسالهم in space for their holidays they will be flowing in a spaceship to a space station الى محطة فضاء which will orbit the earth اللي هتبقى بتدور حوالين من الارث الكرة الارضية ابقى at a height of at a height of على ارتفاع كم بقى م شاء الله 320 كيلومتر that is about the same as the distance from Cairo to المينيا ما شاء الله لتقريبا نفس المسافة من القاهرة للمينيا the space station itself المحطة الفضائية نفسها will be like هتبقى شبه ابقى a giant spinning wheel لا مكنة او قالت او عجلة غزل اهملاقة that looks like a bike wheel زي الكاوتش بتاع العجلة there will be two special areas هبقى في منطقتين خاصتين في هذه illustration في هذه المحطة في اريا منطقة مثلا هتبقى فيها gravity عادي جدا جاذبية one with gravity like earth زي الكرة الارضية and one with zero gravity وفيه جزء هيبقى فيه zero gravity انعدام وزن ودافور weightless sport علشان ما شاء الله تلعب رياضة منعدمة الوزن تبقى طاير كده وانت بتلعب كورة في الفضاء some people who are interested in space holidays are worried that as space tourists انهم they will suffer from the same horrible side effects هيعانوا بنفس the horrible side effects للاثار الجانبية الفضيعة as astronauts زيهم زي الأسترونوت as astronauts زي مرواض الفضاء هما كمان have suffered from اللي هما بيعانوا منها but experts الخبراء are hopeful عندهم امل in that there will be treatments هبقى فيه علاجات تاخد حرف الجر for most side effects معظم الاثار الجانبية تلك just think about such a holiday in space يا تخيل تبقى قاعد على سطح الامر كده وانت متضطر إليك يا السلام everyone who has traveled in space كل واحد سافر للفضاء has described the amazing feeling قاعد يوصف the amazing feeling of looking down on the earth as it spins below you it will be impossible هيبقى مستحيل to go shopping طبعا مش هينفع نروح نتسوق وده هيبقى صعب جدا على الستات or go for a walk أو تخرج تتمشى but think of the fun you can have فن بتاخد have فكر في الفن اللي انت ممكن تعمله with weightless football بقرد منعدمة الوزن أو weightless basketball for most people بالنسبة المعظم الناس the main disadvantage العيب الأهم is the cost of being of the space holidays at the moment the cost of a holiday is very high التكلفة عالية جدا but like everything else لكن زي و زي أي حاجة تانية like everything else تعبير مهم جدا زي و زي أي حاجة تانية the more the cheaper كلما كلما the more people want to do something كل ما الناس بتبقى محتاجة حاجة وتقبل عليها كتير جدا the cheaper it will become كل ما سعرها بقى أقل أوكي خد بالك بستخدم the كلما كلما the the المفروض بحط ما more أو less أو الصفة الأسيرة بحط لها er فهنا عشان ما فيش صفة أصلا فحطنا the more وهنا عشان الصفة cheap صفة أسيرة فحطنا لها من er the more people want to do something the cheaper it will become so if you are interested لو انت مهتم بالموضوع ده start saving now ابدأ من دلوقتي انك تحوش علشان تحجز وتسافر لزحانك ما تنسهاش وانتهناك في النهاية انا بشكر كل الناس اللي بتدعمني سواء كان بلايك أو بشير أو بكلمة حلوة بتقولها لي في اي تعليق بشكركم جدا 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 ما استهلش كل الكلام الجميل اللي انتو بتقولو ده وبرضو شكرا جدا 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 على صبركم على مثلا ظروفي وان انا مش قادر ارفع فيديوز كتيرة بس سامحوني وان شاء الله ان شاء الله صبركم ده هيتعوض بإذن الله طبعا عرضت شوية تعليقات من كم تعليقات رهيب جدا ورائعة جدا شايف ناس مقدرة اللي انا بعمله شكرا جدا ليكم وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تريب جدا 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 هتلاقي حاجات بإذن الله انت مش هتشوفها في مكان تاني كان معاكم اخوكم ياسر جغل قناة اونلاين انجليش 101 هتمنى ان الفيديوزية توصل لكل الناس اطلب منكم دعوة حلوة ربنا معاكم ربنا وفاكم ما تنسوش يا شباب ان ان شاء الله في اول شهر اثنين فيه امتحان تجريبي نجهز لي وقتها ان شاء الله لكل حادث حديث دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة